هذه الزيارة وغيرها من الأنشطة التي يقوم بها الرئيس أبو مازن وجميع أركان القيادة الفلسطينية الهدف منها هو العمل لتحقيق الأولويات الفلسطينية الملحة والضرورية في هذه المرحلة نحن حددنا من اليوم الأول لاندلاع هذه الموجة من العدوان الإسرائيلي على شعبنا حددنا أربع أولويات نتحرك في إطارها الأولوية الأولى هي وقف هذا العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني وبالذات في قطاع غزة وقف حرب الإبادة التي تجنها إسرائيل على شعبنا وكذلك وقف الاعتداءات في الضفة الغربية والقدس والأولوية الثانية هي تمكين المواطنين الفلسطينيين من الصمود والبقاء وإفشال مخطط التهجير الإسرائيلي وإمداد المواطنين بمتطلباتهم بما في ذلك المواد الأساسية والإعمار والإيواء وغير ذلك والأولوية الرابعة هي الحل السياسي الذي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتطبيق قرارات الشرعية الدولية جولة الرئيس أبو مازن الراهنة تدور في هذا الإطار حيث سيلتقي كل من الرئيس الروسي بوتين وكذلك الرئيس التركي وسيلقي خطابا يتضمن كل هذه الأمور أمام البرلمان التركي إن شاء الله